موسيقى قاش من الميدي مرحبا بكم مقاومة غزة وجبهات الإسناد تقيد الخيارات الإسرائيلية في الميدان تصعيد كمي ونوعي وعمليات مركبة متلاحقة تضع كرة اللهب في ملعب نتنياهو وحكومته المهزومة سياسيا وستراتيجيا العدوان على رفح لا يكون نزهة تؤكد حماس وعلى الاحتلال تحمل العواقب رسائل الميدان تقول الكثير التصعيد بالتصعيد والضربة بالضربة وما خفي أعظم مشهد سنناقشه نتعمق فيه في نقاش معنا فيه في الستوديو الخبير في العلاقات الدولية دكتور بلال اللقيس من صنعاء أيضا معنا الخبير بشؤون السياسية والعسكرية العقيد مجيب بشمسان ومن بغداد معنا رئيس شبكة الهدف للتحليل السياسي سيد حسين الكناني مرحبا بكم جميعا نسمعه لنا قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير مع بدء العمليات العسكرية في رفح جبهات الإسناد لغزة ترسم بالنار معادلات جديدة من لبنان إلى العراق واليمن الرسائل موحدة وباتجاه واضح أي مغامرة إسرائيلية في رفح لن تمر من دون رد في جبهة الإسناد اللبنانية تصعيد بالنار مع الاحتلال حزب الله يرسم معادلات جديدة ويثبت قدراته الاستخبارية وهذه المرة يطلق أسراب المسيرات باتجاه أهداف تؤلم تل أبيب هو إنذار بالتصعيد الأكبر إذا ما توسعت رقعة المغامرات الإسرائيلية ميدنيا وعسكريا برسائل عميقة في التوقيت والأهداف فبعد عملية المطل هجوم جوي بمسيرات انقضادية نفذته المقاومة الإسلامية استهدفت فيه ضباط الاحتلال وجنوده في أثناء انتشارهم في باحة ثكنة يفتاح وأصبتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح وفي الوقت نفسه استهدفت طائرات أخرى إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب الثكنة راموت نفتالي وأصبتها إصابة مباشرة أدت إلى توقيفها وبعد نحو ساعة ونصف الساعة من الهجوم على الثكنة وعند تجمع جنود الاحتلال داخلها استهدفهم مجاهد المقاومة بصاروخ موجه وأوقعهم قتل وجرحة سخونة جبهة الإسناد في لبنان تزامنت مع سخونة جبهة الإسناد العراقية التي صعدت من وطيرة عملياتها فخلال ساعات فقط أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ نحو سبع عمليات إسناد للقطاع في غزة مستهدفة بالطيران المسير قاعدة جوية عسكرية للاحتلال في إيلات ومنشأة عسكرية في الأراضي المحتلة ومنصة لويتان الغزية وقاعدة يوهنتين وموقع السبير وقاعدة ياردن في الجولان المحتل كما استهدفت كذلك مينا عسقلان النفطي بصاروخ الأرقب وهو كروز مطور تطورات تتلحم مع جبهة الإسناد في اليمن التي حددت ملامح المرحلة الرابعة من التصعيد سنواصل المشوار نحن في مؤسسات الدولة مع جيادتنا ومع شعبنا حتى تحرير كامل التراب الوطني لبلدنا وحتى رفع الحصار والظلم عن أهلنا في غزة هي رسائل متتالية بالنار للاحتلال من جبهات حددت بوصلتها منذ اليوم الأول لطفان الأقصى وترسم اليوم معادلات جديدة تؤكد أن رفح أيضا لن تكون وحيدة بيان خنافر الميادين نجد الترحيب بضيوفنا أبدأ وياك دكتور بلال اللقيس له لنا أن نرسم تقييما للمستوى الذي وصلت إليه جبهات الإسناد والتي تصاعدت مع تصاعد ميدان غزة أي مرحلة وصلت إليها ولسيما في جبهة جنوب لبنان ونحن أمام عمليات نوعية يتم تحقيقها ومستوى أيضا جديد من العمليات المركبة الله يبسيك بالخير ضيفين الكرام والملكريمين والمشاهدين الأعزة ويمسي شعبنا الفلسطيني ومقاومته بالخير لأننا نفرجونا صورة جديدة بالسياسة وبالعسكرة بكل شيء مقابل تلك الصورة التي عرفناها يعني من أحباط ومن 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 بالحقيقة إذا بدي أعمل قراءة سريعة وشاملة وضع مجمل محاور المساندة أستطيع أن أقيم فأقول الجيو بوليتيك الإسرائيلي يتقلص من اليمن ومسار التدرج إلى الأربع خطوات من العراق والمسار التدرج التصعيدي من لبنان والمسار أيضا التدرج الذي يمكن أن نفصل فيه وبينهم مسار إيران و14 نيسان وما أفرزته من قضايا ومعادلات أستطيع أن أقول أنه نعم جيو بوليتيك إسرائيل بدأ يتقلص بدأ يتقلص وهذه نقطة مهمة جدا ثانيا وتمهيدا اللافت أن قوى المقاومة أو محور المقاومة تعاطى منذ اليوم الأول مع هذه المعركة أنها معركة طويلة وبالتالي تعاطى بالتدرج ولم يستنفذ الأوراق بينما أعتقد أن الإسرائيلي وأمريكا معه استنفذ الغرض بذلك يمكن القول اليوم وبتقييم سريع الحرب انتهت والقتال يستمر بأي معنى؟ الأهداف السياسية أي حرب نفطر لها أهداف سياسية وأهداف استراتيجية للأمريكي وللإسرائيلي إذا جئنا نقيم اليوم الأهداف السياسية إن كان بالنسبة لإسرائيل ولا لأمريكا وخطيناها بالمنظور الكل والمنظور الشامل نجد أنه كل يوم يمضي على هذه المعركة الأهداف السياسية يبتعدون عن تحقيقها أكثر فأكثر وبالتالي استمرار القتال ربما لأنهم أصبحوا في مكان لا يستطيعون في مكان ما التوقف والاستمرار أيضا لحسابات ممكن نشرح عمليا بالنسبة لهم ضروري ولكن هل يحقق هدفا سياسيا ليس بالضرورة لأنه سبعة شهر ما تحقق الهدف السياسي بالتالي أين يكمن تحقيق الهدف السياسي لذلك باعتقد في حرب انتهت بالمعنى السياسي لماذا نرى التصعيد في جبهة الإسناد ولسيما هنا أعود لموضوع جبهة جنوب لبنان بطبيعة الحال جبهة جنوب لبنان هي الوزن السقيل في ساحات المساندة وهي تعاطت بالتدريج وبمرحلة بالغة الحساسية لأن حسابات جنوب لبنان ربما الأعقد بين كل الحسابات بعد حسابات غزة والصراع في غزة تعاطت بدقة عالية ومتناهية في كيفية السير مع هذه المعركة بإسناد غزة ومع مرور الوقت أظن أنه خلال أول شهرين أو ثلاثة اعتبر الإسرائيلي فيما كان ما أنه يستطيع بالمرحلة الأولى أن يسير من أجل فرض معادلة أو قاعدة عندما وجد أن مئة ألف مستوطن نزحوا إلى الداخل فاعتبر أنه يمكن أن يقوم بفعل عسكري بدوز أعلى يفترض من ذلك أنه سيخلق معادلة وبالتالي تريحه على المستوى الداخلي أظن أنه بعد مضي شهرين تمكنت المقاومة وفق السقف الذي ضمن محدد في سياق الصراع أن تجعل يدها هي العليا وأن يتحول ما أظنه الإسرائيلي أنه يمكن من خلال فرض معادلة أن تصبح اليد العليا للمقاومة وهذا ما نراه اليوم بشكل سريع في المرحلة الأولى شهداء المقاومة أعلى حجم الصراع يعني قوة المعركة لم تكن بمستوى القاسي الآن حجم المعركة في جبهة جنوب لبنان عالي جدا مستوى الشهداء أقل ونرى أن الإسرائيلي بات يعترف بات هو يعترف من الكبار أن التهديد الأكبر بعد غزة يأتيه من لبنان وأنه لا حل ويأتي هوكشتاين والأمريكي وغيره كلهم يتحدثون بذلك لكن خلفية التصعيد هذه التي نراها في وطيرة العمليات هي مرتبطة بعنوان ميدان غزة سيام التهديدات التي يطلقها المسار الميداني الذي بدأه في رفح طالما أنه مستمر المسار الميداني برفح طالما أنه التصعيد مستمر هنا أنتقل إليك سيد العقيد مجيب شمسان اليمن دخل مرحلة رابعة وتحدث عن المرحلة الخامس ربطها مباشرة بعملية برية وهجوم إسرائيلي على غزة كيف ترسم هذه القواعد بالنسبة لجبهة اليمن طالما وصلنا لمستوى استهداف كل السفن التي تستطيع أن تطال يد القوات المسلحة اليمنية تلك السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البداية تحية لكم والسادة المشاهدين وظيفكم الكرام طبعا الجبهة اليمنية المساندة للقضية الفلسطينية من رفع خطواتها خطوة تلو خطوة والتصعيد باتجاه الكيان الصهيوني أخذت مسارا مقرؤا ومدروسا بشكل دقيق في عملية التأثير على الكيان الصهيوني والضغط عليه والإسناد للمقاومة الفلسطينية كانت الخطوات الأولى بمنع السفن التابعة للكيان الصهيوني أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندل ثم تطورت إلى خليق عدن والبحر العربي وبعد ذلك وصلت إلى المحيط الهندي المعطيات الميدانية على اعتبار أن كل خطوة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية هي مرتبطة بواقع الميدان في غزة وفي مواجهة الكيان الصهيوني والخطوات التي يقوم بها تصعيدا ضد أخواتنا في فلسطين والمقاومة الفلسطينية كانت هناك رسالة نارية من القوات المسلحة اليمنية بأن السفن المرحلة الأولى أن السفن الأولى التي تخترق الحظر اليمني وتصل إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحر الأبيض المتوسط ستصبح هدفا للقوات المسلحة اليمنية سواء اليوم أو بعد اليوم في البحر الأبيض المتوسط أو في المحيط الهندي أو في البحر العربي باعتبارها صارت هدفا مشروعا وعدوا مساندا للكيان الصهيوني المرحلة الثانية وهي الأخطر والأكثر قسوة على الأمريكي وعلى البريطاني وعلى الغرب الأوروبي والإمبريالي بشكل عام وعلى الكيان الصهيوني بشكل خاص والمتعلقة في حال أقدم العدو الصهيوني على أي خطوة تصعيدية باتجاه رفح فستكون كافة السفن المتجهة أو التي لها علاقة بالإمداد والوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة ستصبح سفن تلك الشركات أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية في أي نقطة تطالها صواريخنا حتى وإن كانت متجهة إلى وجهة غير الأراضي المحتلة كانت متجهة إلى الهند متجهة إلى أوروبا متجهة إلى أمريكا سيتم قصفها بمعنى أن المطلوب أن تلك الشركات تقطع علاقتها تماما مع الكيان الصهيوني وهذا سيشكل نقطة ضغط قاصمة على اقتصاد الكيان وأيضا على الجانب المساند له من الأمريكي والبريطاني هذا الدور الذي تقوم به القوات البحرية اليمنية ليس مفصولا عن الدور الكبير الذي يقوم به حزب الله والذي شاهدنا منذ البروبوغندا الأمريكية التي حاول من خلال تهويل الدخول إلى رفح وأنه سيقدم عليها على تلك العملية أن كافة الجبهات المساندة رفعت خطوة في عملية التصعيد بدءا من حزب الله حيث شاهدنا تنوعا في الأهداف وحساسيتها شاهدنا اختلافا في نوعية الأسلحة وقوتها التدميرية شاهدنا كفافة في العمليات المركبة التي تستهدف أهداف حيوية حساسة للكيان الصهيوني لم تستهدف من قبل شاهدنا أيضا العمل الاستخباراتي الدقيق الذي أثبت بأن حزب الله أدار المعركة على أعلى المستويات في مواجهة الكيان وأحرمه من زمام المبادرة لأن الزمام المبادرة بات بيد حزب الله وليس بيد الكيان الصهيوني الذي عاجز أن ينقل حزب الله إلى الهدف الذي يريده أو إلى المعركة التي يريدها الكيان بنفس الطريقة شاهدنا تصعيدا من قبل المقاومة العراقية سواء على مستوى عدد العمليات أو حساسية الأهداف وصولا إلى تلك الصواريخ التي بدأ يعرضها كرسالة كصواريخ الأرقب إلى أبعد نقطة داخل الأراضي المحتلة هذه الجبهات في تصعيدها المتزام هي توصل رسالة للأمريكي والبريطاني وللكيان الصهيوني أنكم طيلة سبعة أشهر لم تستطيعوا أن تحققوا أي إنجاز يذكر في ضوء المراحل السابقة وتعطي رسالة إلى المستقبل أنكم إذا أقدمتم على عمليات تصعيد فهناك الكثير والكثير من المفاجآت التي لم نبدأ بها بعد لا على مستوى حساسية الأهداف ولا على مستوى القوة التدميرية للأسلحة ولا على كثافة العمليات وتعقيدها وأساليبها التي ستستخدم كما هو حال اليوم العمليات التي ينفذها حزب الله على أكثر من هدف وبطريقة غير مسبوقة إذن نحن أمام مسار متصاعد متكامل الأهداف واضح الرؤية أفقد العدو الصهيوني القدرة على قراءة الموقف وتقديره بشكل دقيق لأنه اليوم بات الكيام الصهيوني يقاتل فقط لأجل القتال لأنه وصل إلى نقطة فقد فيها الخيارات ولم يعد قادرا لا على إيقاف الحرب ولا على الاستمرار فيها وبالتالي اليوم يسري على الأمور بطريقة غير مقروعة لأن كل ما يقوم به لم يحقق أي هدف وكما قال ضيفك الكريم وأسلف فيه في الستيديو بأن الحرب من الحيث الأهداف السياسية انتهت لأنه لم يعد هناك هدف واضح عجزة أن تحقيقه طيلة سبعة هدف لكن بقت فقط مجرد معركة للقاتل للتدمير للتخريب أملا في الوصول إلى هدف ومع ذلك لن يصلوا لأن الرسائل أتت من كافة جبهات المساندة بأن لدينا الكثير والكثير من الأوراق التي لم نستخدمها طيلة تلك المدة ونحن نحاضرون على استخدامها وتكثيفها على أعلى المستويات هنا أنتقل إليك سيد حسين الكيناني الحديث الآن بما نفهم من ضيفينا بأن الحرب انتهت لكن القتال مستمر بمعنى أن إسرائيل لا تملك استراتيجية للخروج قراءتك لهذه النقطة كيف تراها وإلى أي حد هي أيضا ما تدفع أن نرى جبهات الإسناد بتصعيد عملياتها ضغطا على إسرائيل لإيجاد فعلا قوة ضغطة تدفع لإيقاف العدوان على قطاع غزة في أي خانة يمكن أن نضع هذه الكثافة والوتيرة العالية من العمليات من المقاومة العراقية التي نشهدها وفي مدايات جديدة في المواقع التي أيضا يتم اختيارها نعم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم طيبة لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهديك الكرام لا رأيب أن الكيان الصهيوني يخوض حربا لم يخبرها من قبل وبالتالي هو الآن مخير بين خيارات أفضلها أمر وبالتالي لا يستطيع النزول عن هذه الشجرة وتورطها بشكل حقيقي لا يستطيع وقف العمليات العمليات القتل هو حتى هذه اللحظة لم يقوم جيش الكيان في غزة لم جيش ليس يعني العمليات التي قام بها لم لا يمكن اعتبارها عن القتال بقدر ما هي عمليات قتل وتدمير هو حتى هذه اللحظة ما استطاع أن يحيط حركة حماس وصائل الفلسطينية ما زالت تقاتل وما زالت بفاعلية الكبيرة بالاضافة لبقية الجبهات هذه الحرب قد استعدت لها فصائل أو الجبهات فصائل المقاومة استعداد قطعا ليس بوقت كثير وأنما هيئت منذ بداية نشأتها هيئت نفسها لهذه المعركة وأعتقد أنه الفصائل سواء العراقية أو اللبنانية قد خبرت الكيان الصيوني وتعرفه بدقة كبيرة على العكس من الكيان الصيوني وواحد هذه اللحظة لا يعرف من يقاتل ويحاول أن يدير الحرب بالطريق التقليدي والحرب التقليدية غير مجدية وبالتالي أعتقد أنه ما لم يستطيع أن يحققه بالحرب لا يستطيع أن يحققه بالمفاوضات والسيازة هو الآن يحاول أن يضغط على خصوصا ونحن على أبواب إبرام اتفاق مع حماس وبالتالي هو عملية التصعيد يحاول أن يجد صورة للنصر من أجل حفظ ماء وجهه الذي أريق في الجواهات المتعددة لأول مرة يتعرض الكيان الصيوني لهجمه ومن خارج الأراضي المحتلة ولطالما هو كان من يقوم بالاحتداء نحن نتذكر في الثمانينات عندما الحكومة العراقية عقدت على اتفاقية إنشاء مفاعل نووي في بداية الثمانينات بكل وقاحة الكيان الصيوني قام واخترق الأجواء العراقية وقصف موقع إنشاء هذا المفاعل وحيد بشكل نهائي أيضا لطالما يقام الكيان الصيوني بعمليات استهداف هنا وهناك يخترق الأجواء ولديه كامل الصلاحيات باستهداف أي جهة يراها معادية الآن يتعرض للوصف بشكل مستمر وبشكل دقيق ولا يستطيع أن يرد لا على مستوى ما يتعرض له من عمليات استهداف من داخل الأراضي اللبنانية ولا من داخل الأراضي الأراضي والأراضي وحتى العراقية كانت تأخر هذه العمليات استهداف لتل أبيب بصورة مباشرة من العمليات وهو يتفرج على هذه العمليات لا يستطيع أن يقوم بأي عمل لأن القيام بأي عمل ممكن أن تكون له آثار وخيمة سواء على هذا الكيان أو على حلفاء الذين لطالما وفروا له الغطاء والدعم الولايات المتحدة الآن في العراق حذرة بشكل كبير لأنها تخشى عودة العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة وتستهدف القواعد الموجودة في العراق والمنطقة وبالتالي حتى حلفاء الكيان الصيوني الآن يعانون أشد المعاناة حفاظا على ما بقي من وجودهم وهيبتهم التي أريقت على يد فصائل المقاومة في نهاية المطاف أعتقد أنه نحن أمام متغير تاريخي بالصراع مع الكيان الصيوني وكل المعطيات تشير على أنه هذه المتغيرات بزيادة وما استخدمت هذه الفصائل حتى هذه الفترة ما هو إلا المرحلة الأولى مما تملك من عمليات من سلاح وما عدته لهذا الكيان من مفاجآت كثيرة حتى هذه اللحظة حتى على مستوى الجمهورية الإسلامية الأسلحة والصواريخ التي استخدمت والطائرات المسيرة هي جزء بسيط بما تخفيه عن العدو والمفاجآت التي عدت بشكل مفاجئ وكبير في ناحية أيضا هناك الكثير من كما ذكرت هناك الكثير من المفاجآت في المطاف أعتقد أنه الكيان الصهيوني أمام مأزق سياسي لا خيار أمامه سواء يوقع على وهنا تكمن الأهداف التي من خلالها نرى هذا التصعيد في يعني وطيرة متناسقة فيها يعني يشي بتنسيق بين جبهات الإسنات في رفع الوتيرة الميدانية دفعا بالاحتلال ووقف العدوان وربما أيضا في المسار السياسي اسمح لنا سيد الكناني أن نعود من جديد لضيفنا هنا في الستيديو سيد بلال لقيس في يعني نحن نتحدث عن رسم معادلات هذه المعادلات لن يقتصر مفعولها أو مفعيلها على مدى هذا الميدان إلى حين أن ينتهي يعني القنارة 14 الإسرائيلية تقول أن حزب الله يدرسنا يرصد يراقب إلى أماكن وجود تجمعات لجنود وأين تتجول قوات الجيش يستهدف في شكل دقيق جدا حيث يريد وقد نجح بفعل هذا عدة مرات متتالية وعلينا قول الحقيقة ليس هناك حاليا قدرة جيدة بما فيه الكفاية للتعامل مع هذا التهديد نحن لا نتحدث عن مفاعل ميدانية مرتبطة فقط بواقع هذه المواجهة ما الذي يرسى هنا وأين يحيل مستوى الصراع مستوى محوار المقاومة وليس فقط جنوب لبنان مع إسرائيل أولا باعتقد أن مفاعل ما تقوم به المقاومة دفاعا عن لبنان وأسنادا لفلسطين بالمعنى السياسي بالمعنى السياسي تقترب من مفاعل غزة والعمل الذي حدث بـ 27 بهذا الحجم بالمعنى السياسي لأنه في مكان ما هي تعمق الأزمة الكيانية لإسرائيل عندما لا تستطيع هذه الحكومة من أن تعيد مستوطنها إلى ما يسمى المستوطنات والمستوطن لا يشعر بالأمان وبالثقة لا أن الحكومة قادرة ولا أن الجيش قادر ولا أن هناك أفق فإذا هذا شبيه بالمشهد الذي أحتسته المقاومة الفلسطينية في غزة بما يخص غلاف غزة نين أن ما تقوم به المقاومة يفيد أن إسرائيل غير قادرة على القيام بحرب بمواجهة لبنان وهذا تتميم لإنجاز غزة لأنه إسرائيل قامت نظريتها بالكامل على أنها تقوم بفعل عسكري كبير تنتصر وتبني على أساسه وقائع معينة بعد سبعة أشهر من غزة وصولا للفعل النوعي الذي يقوم به لبنان إسرائيل لم تعد قادرة على القيام بحرب كبرى في المنطقة تنطلق من خلالها لفرض معادلة فكرة فكرة الحرب الكبرى الإسرائيلية على دولة من الدول على لبنان على مبعار فهذه أظن أنها صارت من الماضي أظن أنها صارت ماضي واليوم على مستوى غزة خليقون ثم على الآخر بالمسار وأعتقد أن المظلة التي أعطتها إيران للمنطقة ولقوى المقاومة في المنطقة أفرزت معادلة كبرى من بعدها صار صعب أن الإسرائيل يعمل حروب بالمنطقة بناء عليه أصبح المفاعيل السياسية والاستراتيجية لما تقوم به المقاومة في لبنان عالية جدا وبين أوسين طبيعة المعركة لا تزال محدودة وهذا ما يقلق الإسرائيل بأي معنى؟ يعني المعركة اليوم بعدها بين الإسرائيل واللبنان يعني تقريبا على الحدود ضمن ضوابط جدا بقيقة من الطرفين ولكن أثرها السياسي على إسرائيل كبير جدا وبالتالي المقاومة تحقق أثرا سياسيا واستراتيجيا كبيرا اسمحي ليقول بأقل كلفة ممكنة وتعمق أزمة الكيان بأقل كلفة ممكنة لذلك نشوف كثير من الاتجاهات بالإسرائيل اليوم دائما يرددون منذ اليوم الأول بـ 28 إلى اليوم علينا ونحن نقاتل في رفح ونحن نقاتل في غزة أن ننظر إلى شمال فلسطين التحدي الآتي ومكبر هو حزب الله أو المقاومة في لبنان الذي يتحقق من خلال هذه المعركة المحدودة ولكن النوعية في أثارها في أبعادها إن كانت العسكرية إن كانت الاستراتيجية إن كانت الميدانية حضرت تبعتها بالأسبوعين وثلاثة الأخرى أنيات من عرب العرامشة وجاية أنه تبين بالنسبة لإسرائيل قداش كان الجيش يتبجح ويحكي أنه يجري مناورات يجري مناورات بشمال فلسطين ومستعد لخوض معركة وإلى آخره تبين أنه مكشوف بشكل كامل للمقاومة في لبنان لذلك أنا استعاد بما قيل في القناة الرابعة عشر الإسرائيلية وهذا مفرزاته ونتائجه لن تقتصر في ختام هذه المواجهة ويفترض أن نرصدها لأننا أمام صراع مستمر ولا ينتهي بعد انتهاء هذه الجولة من المواجهة صحيح ولذلك حتى الإسرائيلي أو التوقعات في النقاش تقول حتى لو انتهى معركة غزة لا تشت انخفاض بالمعركة ولا تشت وقوف على شروط المقاومة إلى آخره التفاوض يبدو أن قضية لبنان هي ملف لا يقل خطورة بالنسبة للإسرائيل عن ملف المقاومة الفلسطينية وبالتالي يحتاج لمقاربات هو الأمريكي لمعالجته ولا أظن بنهاية المطاف سيستطيع أن يغير من شيء لأن الذي لم يتحقق بتموز 2006 بالنسبة لإسرائيل كيف به ليتحقق اليوم في 2014 لأنه في حركة أيضا على المستوى الدولي ليس فقط فرنسيا وأمريكيا فيها نوع من التنافس يبدو أيضا حتى البريطاني يدخل تنسيقا حتى مع الوئات المتحدة الأمريكية تكثر الأوراق ومحاولة تقديم مكاسب لإسرائيل لم يتم تحقيقها في الميدان هنا أعود إليكسية العقيد مجيب شمسان حول ما يتم طرحه الآن عندما نسمع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن سيد مهدي المشاط يقول في خلال مشاركته المناورة العسكرية لقيادات الدولة بأنه طلقت صنعاء العديد من الأغراءات حتى تتوقف عن قرار مساندة غزة لكنها ترفض ذلك بطبيعة الحال وفي قيمها ومبادئها ودينها هل هذا يعني بأننا أمام فشل على المستوى الميداني والعسكري في كسر جبهة الإسناد اليمنية كمفرزات وشهدنا يعني العمليات الأمريكية والبريطانية على اليمن هذا إعلان لفشل على المستوى العسكري والسؤال ما نوع الإغراءات التي تقدم طبعا اليوم بات الوضع واضحا تماما فيما يتعلق بقبهة الإسناد اليمنية والدور الأمريكي والبريطاني الأمريكي منذ البداية حاول أن يرسل رسائل الترهيب لصنعاء بأنه سيستخدم وأنه سيرسل القوة وأنه لن يتراجع في اتخاذ قرارات ضد صنعاء إذا ما كانت مساندة أو مساهمة أو اتخذت موقف مساند للقضية الفلسطينية ومع ذلك كان رد القيادة واضحة بأن اليمن لا يمكن أن تكون إلا مع غزة وإذا كانت هناك دول عربية أخرى وكان ذلك خطاب السيد واضحا لهم حيث قال لهم لا تحسبون منهم وبعدها مباشرة بدأت العمليات اليمنية الإسنادية لغزة بقصف بالصواريخ والمجنحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى داخل عمق الأراضي المحتلة وتهديدا إلى منطقة أم الراشراش واصل الأمريكي محاولات الترهيب والترهيب عبر وسطاء سواء إقليميين أو وسطاء دوليين وحاول حتى أن يتوسط بالصين لوقف العمليات اليمنية الإسنادية حاول أن يقدم مغريات أخرى تتعلق بصرف الرواتب الاعتراف وكل ما له علاقة بأن يقنع الصنعاء من وجهة نظرهم بالتخلي عن دعم القضية الفلسطينية أو الدور الإسنادي ومع ذلك استمرت صنعاء وبيبوتيرا غير مسبوقة في دعمها وفي عملياتها الإسنادية والتي بدأ تدشين المرحلة الرابعة فيها من إعلان بأن أي سفينة تصل إلى موانع فلسطين المحتلة ستصبح حدفا هناك الكثير والكثير من المفاجآت التي قد لا يتوقعها الأمريكي ولا البريطاني الذين حاولوا بعد فشل كل وسائلهم الاستخباراتية الحصول على معلومات بما يتعلق من قدرات لصنعاء من صواريخ أو طائرات مسيرة أو أسلحة بحرية أخرى أو قدرات أخرى وتم الكشف عنها إلى حالة من الإحباط فيما يتعلق بالقبهة اليمنية لا فيما يتعلق بقراءته الاستخباراتية ومحاولة معرفة ما لديها وما يمكن أن تصل إليه من أمور ولا فيما يتعلق بالجانب العسكري والحضور الميداني الذي أكبرتهم قواتنا البحرية على انسحاب أكثر من 18 قطعة بحرية عشر أمريكية وثمان أوروبية بل باتوا يعترفون بواب وضوح بأنهم يواجهون أخطارا حقيقية من العمليات اليمنية التي تزداد يوما بعد آخر بشكل غير مسبوق من حيث تهديداتها وقدرتها على الوصول إلى أهدافها بدقة عالية وإلى مسافات بعيدة جدا باتوا يضعون علامات الاستفهام كيف تصل إلى تلك المسافات البعيدة وضد أهداف بحرية على المسار السياسي أيضا إذن الأمريكي اليوم وصل كما قلنا إلى مأزق حقيقي فيما يتعلق بجبهات الإسناد سواء في الجبهة اليمنية أو الجبهة اللبنانية أو الجبهة العراقية أو حتى سرايا الأشتر التي أعلنت أيضا دعمها ومشاركتها إلى جانب فصائل المقاومة وقبهات الإسناد الأخرى دعما للقضية الفلسطينية ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ اليوم الأمريكي وصل باعتباره قوة الردع التي تحمي هذا الكيان لأنه لا وجود لهذا الكيان ولا بقى لهذا الكيان إلا بدعب الغرم الإمبريالي بالأمريكي والبريطاني طالما وأن هذا الردع قد سقط في اليمن كونها أسقطت أقوى قوة بحرية في العالم وأكبرتها على الاعتراف بأنها فشلت فشلا ذريعا في مواجهة العمليات اليمنية كونها لم تستطع إدخال السفون الصهيونية ولا حمايتها ولا حتى حماية سفونها العسكرية ولا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية التي حاولوا أن يرسل إليها رسائل الترهيب ورسائل الرد وشاركت إلى جانب المقاومة الفلسطينية غير آبهة بكل رسائل الترهيب والردع الأمريكية ولا فيما يتعلق بالرسالة الكبرى التي هشمت ما تبقى من الردع الأمريكي والمتمثلة بالرد الإيراني الذي كشف حقيقة الغرب الإمبريالي وما يمكن أن يكونوا عليه بأنهم تم مواجهتهم بتلك الأسلحة البسيطة التي أرسلت رسائل أننا لم نصل بعد إلى مستوى أن نستخدم ما لدينا من قدرات وإمكانات أمام هذه الصورة التي سقط فيها قوة الردع الغربي الحامية للكيان الصهيون لأنه لا بقى لهذا الكائن على مستوى الداخل إلا بأنه القوة التي لا تهزم والقوة التي لا تردأ والقوة التي تقصف ولا تقصف وأيضا فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والرخاء فلا بقى للمستوطنين الصهاين الذين يتم قلبهم من أسقع الدنيا إلى الأراضي المحتلة إلا إذا شعروا بأن الدولة أو الحكومة أو السلطة الصهيونية لديها القدرة على حمايتهم اليوم سقطت ثقة هؤلاء المستوطنون بالجيش وأدركوا تماما بأن الأخطار تحدق بهم في الشمال وفي الوسط وفي المناطق الجنوبية التي كانوا يظنون بأنها نائية اليوم باتت الصواريخ والطائرات المسيرة تصل إليها من أكثر من مكان ولا مكان آمن داخل الأراضي المحتلة أيضا من الذي سيكبر من أولئك المستوطنين إلى البقاء في تلك المستوطنات وهم باتوا في وضع اقتصادي بوصل فيه الكيان الصهيوني إلى مستويات غير مسبوقة من التحديات بالذي يقدم سيئة العقيد من إغراءات ولماذا قد يعتقد بأن هذه الإغراءات قد تكون تلقى بشكل أو بآخر مكانا لدى صنعاء فيما يتقدمه يعني الأطراف التي تنقل نحن بشكل أو بآخر أمام نوع من إقرار غير معلن بفشل الخيار العسكري ضد جبهة الإسناد اليومي لكن ما نوع الإغراءات التي قد تقدم حتى نفهم على ماذا يعتمد بطرحها بشكل سريع لو سمحا الأمريكي منذ البداية وهو يناور بالورقة الاقتصادية وكانت من أبرز المؤشرات أو من أبرز المغرية التي يحاول أن نقدمها هي ورقة الرواتب بأنه سيتم صرف كل الرواتب وكل المستحقات ودون القراءة والشروط التي كانت تطرح سابقا وتوحيد البنك المركزي والاعتراف بسلصة صنعاء وما إلى ذلك من المعطيات ومع ذلك كل تلك المغريات لم تكن مقبولة من قبل صنعاء طالما وهي تقايضها بموقف مبدئي وأخلاقي ولأن موقفنا من دائما المقاومة الفلسطينية وموقفنا من فلسطين غير خاضع للمساومة هو موقف مبدئي وأخلاقي وديني وإنساني قبل كل شيء هنا أنتقل إليك سيد حسين الكناني عندما نتحدث عن جبهة الإسناد العراقية لسيما عمليات المقاومة الإسلامية في العراق كان في نوع من المراهنة على أن هذه العمليات خفت وطيرتها شغل كثيرا على التأثير في الداخل العراقي ومن ثم نرى تصعيد ووطيرة كما أشرنا للعمليات ترتفع على مستوى الكمي والنوعي والمديات تل أبيب في دائرة الاستهداف ومواقع أخرى في أرضنا المحتلة فلسطين هذا يعني هو على ماذا أيضا يبنى لسيما في دراسة التداعيات التي قد يهدد فيها العراق الإدارة الأمريكية شكلت ضغط كبيرا على الحكومة العراقية وكذلك القوة السياسية بسبب العمليات التي قمت بها فصائل المقاومة وبالتالي كانت المقاومة تتعرض إلى ضغط شديد سياسي ومن فرقاء في العملية السياسية ومن فرقاء في الحكومة الوقت الكافي وتبنت الحكومة مسألة إخراج القوات العراقية أيضا استجابت لهذا المقاومة أوقفت عمليات التي تتعرض لقواعد الأمريكية لكنها لم توقف العراقية التي تستهدف الكيان الصيوني أيضا الحكومة العراقية أخذت الكافي لكن لاحظنا أنه طبعا الفصائل المقاومة تعمل جيدا أنه الإدارة الأمريكية ليست لها أي ميثاب وليست لها أي عهد وبالتالي لطالة تتنصل عن أي قعود وما تلتزم به وما تدعي الحكومة العراقية والرئيس الوزراء ذهب إلى واشنطن ومسألة خروج القوات الأمريكية مسألة تعتبر غير مطروحة ومسألة خروج القوات الأمريكية في هذا الوقت تعتبر خارج هذه الوصائل وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية اليوم كان هناك تغريدة لأبو علي العسكري ومتحدث الأمني في كتاء الحكومة ذكر أن هناك فرق واضح ومؤشرات واضحة على أن حتى الحكومة العراقية ليست جادة في مسألة إخراج القوات الأمريكية لأنه ليست لديها ردودة على إخراجهم أيضا الإدارة الأمريكية غير مطروحة ومتحدث وبالتالي إمكانية أن تعود الوصائل وتستهدف القواعد الأمريكية الإمكانية كبيرة وهذا ما يفسر لنا إيانة كثيرة العمليات في الأيام القليلة السابقة تستهدف الكيان الصيوني نعم وإن لم تكن هناك عمليات استهدفت القواعد الأمريكية فيها العراق لكن أعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة إمكانية أن تعود العمليات العسكرية مرة أخرى في حال يعني لم يتوصل إلى اتفاق أو تنصلت الإدارة الأمريكية عن مبدأ عن مسألة لكن سيد الكناني ما تشير إليه أنه ارتفاع الوتيرة أيضا في هذه العمليات المقاومة الإسلامية في العراق هو يعني ضمن جبهات الإسناد دعما لغزة وحتى بالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي ويرسل رسائل بشعاع أوسع حتى بالنسبة للولايات المتحدة ويدفع لتقوية الموقف العراقي خصوصا حول جدولة الانسحاب نعم حتى مسألة الدول الداعمة للإدارة الأمريكية وهذا أيضا ما لاحظناه بالتغريدة الدول التي ممكن أن تقدم أو تسهل أجواء للجيش الأمريكي سواء كانت الإمارات أو الأردن وحتى الكويت وكانت الرسائل الواضحة أن مسألة توسيع الصراع والمواجهة احتمالية واردة استهداف المصالح الأردنية وكذلك الكويتية والإماراتية في حال فتحت الأجواء أمام الطيران الأمريكي أو سهلت عمل الجيش الأمريكي باستهداف هداف في العراق أيضا احتمالية استهدافهم احتمالية كبيرة مسألة توسيع المواجهة أيضا واردة وأعتقد أن هذه رسائل واضحة أرسلت من فصائل مقاومة للتذكير بالإدارة الأمريكية بضرورة التعجل والانسحاب أقرب وقت ممكن وإلا سوف نشهد زيادة واضحة بالعملية المتحدة سواء تلك التي تستهدف المصالح الأمريكية وحلافاهم في المنطقة وخصوصا أنه كان محاولة على اللعب الداخل العراقي بشكل أو بآخر نتيجة العمليات المتصاعدة للمقاومة الإسلامية في العراق وكان في حكمة في إدارة المراحل وتطورها دعما لغزة هنا نعود من جديد إليك دكتور بلال اللقيس نحن نتحدث عن وطيرة في الميدان تتصاعد على مستوى جبهات الإسناد تدرس تحقق مكاسب ما دون مواجهة في كان حرص على إبقاء هذه المواجهة بعنوان غزة ولذلك هي جبهات إسناد لكن أيضا من الطرف المقابل أسيما للمستوى الغربي والولايات المتحدة كانت تسعى لحصد مكاسب مرتبطة بكل جبهة لوحدها أو محاولة تعزلها يمكن أن نقف عند الوفود الدولية التي تأتي بعنوان إيقاف المواجهة ولكن ضمن مكاسب مرتبطة بإسرائيل ما يتم طرحه من هوكشتين ما يتم طرحه من فرنسا ومؤخرا أيضا بريطانيا وموضوع العواميد التي لها علاقة بالمراقبة وما إلى ذلك نعم من حضرتك كنت أرطب الذي سألته السيد من العراق حقيقة اليوم نستنتج أكثر من أي وقت مضى بالملموس أن غزة وفلسطين تحريرنا يعني هذا الحجر لنرمى من غزة ومساندتنا لها هي ليس فقط لتحريرها إننا أيضا لتحريرنا لذلك نشوف أنه هذا الحجر سقط عصفورين أضعف إسرائيل وبنفس الوقت أضعف بطريقة غير مباشرة كمؤداء الهيمنة الأمريكية وعزة السيادات في الدول يعني لذلك فعلا اليوم أكتر أن المصر تغزة هي انتصار لدولنا ولسيادتنا والاستقلال وبرأيي أصلا محور المقاومة وقوى المقاومة كلها تعرف يعني تدرك إدراكا عميقا أن إسرائيل أحد مركبات الهيمنة الأمريكية يعني هذا إدراك عميق وبالتالي عندما يأتي الأمريكي اليوم إلى لبنان ليقوم بمبادرات فأظن هو يسير تحت عنوان أنه من جهة يقدم مبادرات سياسية أو أمنية يعني بالتعاون مع البريطاني ومن جهة تانية يريد أن يفاوض بالميدان والأداة هنا أو العميل هنا إسرائيل لأنه بالنسبة للأمريكي معروف ومفهوم أنها اللحظة بالنسبة إليه لحظة إدراك أن إسرائيل عاجزة الآن وغدا عن تحقيق أي شيء من خلال حروب والعمل العسكري اللحظة بالنسبة إطلاق تحرك عنده لأنه في أنظمة عربية أكثر جرأة أو جسارة بأن تقول نعم أنا مستعدة لأن أدافع عن إسرائيل هذا لم يكن يتوقعه إذن هنا فرصة علينا اغتنامها فالمقلب الآخر إسرائيل لم تعود قاعدة النظام الأمني الأقليمي الذي نظر له لأربعة عقود الأمريكي بالتالي المرحلة المقبلة هي مرحلة سياسية بامتياز التحدي سياسي بامتياز نأتي إلى لبنان كيف يمكن أن نخفف هذا الضغط الاستراتيجي والعميق واسمح لي أن أقول كنا في الماضي نقول تهديد يصل إلى طابع وجودي ولكن بعد غزة أستطيع أن أقول المقاومة في لبنان غدت تهديدا وجوديا لإسرائيل كيف أستطيع أن أتخلص أو أن نواجه أو أن نقلس هذا التأثير من خلال العمل العسكري كلا الآن من خلال الضغط العسكري بالتفاوض ممكن ولكن في نتيجة المطاف نحن نحتاج إلى حل سياسي لذلك مقاربة سياسية أمريكية لذلك نطلع اليوم بالساحة اللبنانية نرى أنه ساعة تكون العروض سخية يعني مثل عروض الألفين يعني الأمريكي هو الأمريكي عقله لم يعد يبدع شيئا جديدا عنده العصاية الآن العصاية بطل إلى معنى غير قابلة للاستخدام في هذا المشهد الدولي الكبير والمعقد عنده الإغراء شو الإغراء من وجهة نظره أن يقول هذه السلطة أن يقول هذا رئيس جمهورية أن يقول أن يقول هذه الكلمات وأعتقد أن المقاومة تعرف اليوم هي وكل المحور موقعها قوي النتائج التي تحققت بعيدة وعميقة أمريكا اليوم في أزمة وهذه الأزمة مفتوحة والوقت لصالح قوى المقاومة وهذا المستوى من المعركة سيؤدي إلى مزيد من تسلط المقاومة في جبهة شمال فلسطين وإذا ذهب الإسرائيلي ليصعد أكثر المقاومة أيضا التصعيد بالتصعيد لذلك أعتقد المقاومة مرتاحة سيادة لبنان قضية مركزية لا يمكن أن تجزأ لنكون واضحين ولا يمكن أن يساوم عليها ما يقرر على مستوى لبنان وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمع اللبناني ستلتزم به المقاومة التزاما كاملا ومن وجهة نظري نرجع بكررها بال2006 بعد حرب كان الإسرائيلي يعتقد أنه ينجز فيها انتهينا على 1701 وفق الشروط المعروفة والسلوك المعروف هل اليوم بعد أن أصبح الإسرائيلي فيما أصبح عليه والمنطقة دخلت مرحلة جديدة ومعادلة جديدة هل يتوقع الأمريكي أن يأخذ أكثر أرغم أنه ما زال الخطاب الذي يطرح فيما تبدو الواقع المتحدة الأمريكية أكثر براغماتية في طرح الخطاب وليس فقط من المضمون يأتي البريطاني بصوت متعالي أو في طروحات متعالية لكن مجددا ورقة الداخل يعني محاولة اللعب على الداخل للعراق محاولة اللعب أيضا في خصوصية الداخل في اليمن ولبنان هي من ضمن الأوراق التي يتم استخدامها للتأثير على جبهات الإسناد الداعمة ولكن أعتقد أن الداخل اللبناني لم يمر في مرحلة من مراحله يكون هناك إجماع على حالة المقاومة ومساندة غزة كالذي موجود اليوم في لبنان وأعتقد هذه نقطة قوة هائلة في هذا الصور وهذا ما كشفته أيضا في اليمن وفي العراق وأنا أنتقل إليك سيادة العقيد مجيب شمسان إذن نحن أمام معادلات تبنى وتصعيد مدروس ومراحل تفتح والحديث عن المرحلة الخامسة بمعنى إذا كان هناك هجوم إسرائيلي على رفح سيكون مرحلة خامسة مرتبطة بكل الشركات يعني بصفن كل الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أي أن كانت وجهتها أي أن كانت جنسيتها هذا يفترض أن نسأل كيف يدرس وحتى في الدداعيات والتأثير لسيما أننا قد نتحدث عن جنسيات عربية هنا إلى أي حد تقوئ اليمن يعني القوات المسلحة اليمنية في خياراتها العسكرية تدرس ذلك وتحض ربما من التأثيرات التي قد تأتي إليها بعنوين مختلفة فقد دعيني أشير بأن هذه النقطة فيما يتعلق إذا كان الكائن الصهيوني قد أقدم أو في أي محاولة للإقدام للهجوم على رفح في المرحلة الرابعة اليمن أعلنت المرحلة الرابعة وهي من نقطتين النقطة الأولى دخلت من ساعة إعلان البيان والمتمثلة بأن أي سفينة تصل إلى موانع فلسطين المحتلة مخترقة للحضر في البحر الأبيض المتوسط تصبح هدفا مشروعا في أي منطقة وفي أي مكان وفي أي زمان تطالها صواريخنا وطائراتنا المسيرة النقطة الأخرى من البيان وهي في حال أقدم الكائن الصهيوني على تصعيد في رفح النقطة الثانية من المرحلة الرابعة بمعنى أننا لا نزال ضمن المرحلة الرابعة صحيح بأن كل السفن أو كل الشركات التي لها علاقة بالإمداد والوصول إلى الموانع المحتلة في فلسطين ستصبح تلك السفن كلها أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية سواء كانت وقهتها إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أي مكان ومهما كانت جنسيتها بمعنى على تلك السفن أو على تلك الشركات أن تقطع علاقتها مع الكائن الصهيوني من الآن ما لم فعليها أن تتحمل عواقب ذلك كون كل سفنها وكل أسطولها سيصبح في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة وهم يعرفون ذلك بأن القوات المسلحة اليمنية أثبتت جدوى تحذيراتها من خلال الميدان ووصلت إلى أبعد نقطة فيما يتعلق بممرها الشمالي الغربي في المحيط الهندي لذلك هذا التطور المتصاعد في القوات القدرات للقوات المسلحة اليمنية أثبت بأنه قادر على الوصول إلى أبعد نقطة تجاوز المنظومات الدفاعية لأحدث الفرقاطات والمدمرات الأوروبية وآخرها الألمانية التي أعلنت الانسحاب والتي كانت تعد من أقوى وأكثر الأسلحة البحرية أو القدرات البحرية تطورا في الأسلحة الأوروبية ومع ذلك انسحبت لأنها شعرت بحالة من الهجوم الغير مسبوق والخطر الداهم الذي لم يتعود عليه في أي منطقة أخرى اليوم تطورت هذه القدرات ولدى صنعاء الكثير والكثير من المفاجأت وما ورد في البين كان واضحا أننا نحضر لعملية خامسة أو لمرحلة خامسة من التصعيد إذن نحن اليوم لا نزال في إطار النقطة الأولى من المرحلة الرابعة ستصبح هدفا مشروعا اليوم في ظل التصعيد ومحاولة الهروب الصهيوني إلى التصعيد على رفح علي كل الشركات أن تقرأ تلك التحذيرات اليمنية على محمل القد لأن القوات البحرية اليمنية وضعت كل إمكاناتها على أهبة الاستعداد لتنفيذ تلك القرارات على الميدان سواء في المحيط الهندي أو في البحر العربي أو في خليج عدم أو في أبعد نقطة عليهم أن يتوقعوا بأن صواريخنا قادرة على الوصول لذلك المسألة ليست خاضئة لا للقدال ولا خاضئة للتشكيك وإذا كانوا في هذا المسار فعليهم أن يقربوا ويدركوا قوات المسلحة اليمنية أنها لا تتعامل إلا بالقدية وتحذيراتها التي تطلقها تنفذها مباشرة في الميدان واليوم ها هي طوابير السفن تمتد لعدة كيلو مترات في جابوتي إذن نحن أمام تحول هذه القبهة الإسنادية وضعت خياراتها وكل يوم تطور من هذه القدرات سواء على مستوى المدى أو على مستوى القدرة التدميرية أو على مستوى تقاوز المنظومات الدفاعية وهذه أزنهاور التي كانت غادرة البحر الأحمر تأود مقددا ورسائلنا إليها مواضحة أي تصعيد في رفح ستكون عملياتنا حاضرة ضد كل تلك الشركات التي لها علاقة بالإمداء لكن لا يوسع دائرة الدول التي قد تنخرط بحلف تريده الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليمن ماذا عن ربما الشركات العربية التي تطبع لديها مسار تجاري مع إسرائيل هذا كيف أوضع في الحسبان بالنسبة لهذا القرار القوات المسلحة نحن نبحث عن تلك الأطراف نحن نبحث عن تلك الأطراف التي تحاشينا منذ البداية أن تكون عملياتنا موجهة نحوها ولكن في ظل المعطية القائمة اليوم والوضع الذي وصلت إليه الأمور في قطاع غزة نحن نقول أي طرف ومن أي جنسية كانت سيكون سفنهم ستكون سفنهم شركاتهم هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية والتي ستنفذ تهديداتها على الميدان غير آبها لا بالأمريكي ولا بالبريطاني ولا بالفرنسي ولا بالألماني والذين هم أنفسهم قربوا تلك التهديدات قال الأمريكي بحلف حماية الإزدهار وقال الأوروبي تحت ما سمى حملة اسبيدس ومع ذلك اليوم ماذا جنوا جنوا الخيبة ووصلوا إلى حالة من الفشل الغير مسبوق ثمان سفن أوروبية سحبت بعد أن تعرضت لضربات مباشرة وفشلوا في حمايتها وهي سفن عسكرية وليست حتى تجارية الأمريكي أيضا تعرضت عشر سفن أمريكية عسكرية لضربات وعجزوا عن حمايتها وقاموا بسحبها اليوم وصل معهم الأمر إلى حالة من الفشل الذريع في مواقهة تلك العمليات اليمنية وبالتالي كلما يصرحون أو يهددون من تشكيل تحالف جديد لا نأبه بتلك التحالفات فنحن منذ البداية وقهنا 17 دولة ومن بينها بريطانيا وأمريكا في عدوان على اليمن ولم يكن لدينا من الإمكانات والقدرات شيء ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت لنا تلك الانتصارات اليوم بيتنا بفضل الله لدينا الكثير من الإمكانات والقدرات وما يزال بقعبة القوات المسلحة اليمنية الكثير والكثير من المفاجآت وما نعرفه عن قيادتنا الحكيمة بأنها لا ترمي أوراقها دفعة واحدة بل تحتفظ بها إلى الأوقات الحاسمة وهذا ما سيفاجه به الأمريكي والبريطاني في حال استمروا في عدوانهم ومحصارهم وهذه سمة بالانتقال إليكسيد حسين الكناني موجودة لدى جبهات الإسناد لا ترمي أوراقها كلها دفعة واحدة تنتقي وفق ظروف الواقع الميداني في عملها وبالتدريج كيف أيضا تدرس هنا على مستوى المقاومة الإسلامية في العراق وما مستوى الذي وصل إليه التنزيق والتعاون على مستوى محور المقاومة في جبهات الإسناد حتى نرى هذا التناغم في طريقة الأداء ورفع أيضا التصعيد في نوع السلاح مدايات التي يصل إليها أنواع المواقع التي تم استهدافها رغم البعد الجغرافي يعني العراق بعيد جغرافيا مثلا عن جبهة الإسناد العراقية باتجاه أرضنا المحتلة فلسطين عن لبنان مثلا سيدتي محور المقاومة هو جبهة واحدة وهناك تنسيق كبير بين هذه الفصال هناك الكثير من المستشارين من حزب الله في العراق وكذلك حتى من أنصار الله الكثير منهم موجودين في العراق بضيافة الفصائل المقاومة وكذلك الفصائل المقاومة لديها الكثير من العلاقات مع هذه الفصائل بالتالي الرؤية واحدة بالإضافة للراعي الأساسي وكذلك المستشارين من الجمهورية الإسلامية هذه الأهداف توضع وتدرس بغرفة عمليات واحدة وبالتالي تضع استراتيجياتها حسن كل جبهة وكل ظروفها وكل ما تملك من إمكانيات أيضا الإمكانيات قد تكون مختلفة من جبهة إلى أخرى لكن الاستراتيجية واحدة عدم حرق الأوراق الكثير من الجهوزية والاستعداد لهذه الجبهات أيضا التفكير على أن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع طويل المدى صراع وجودي لا ينتهي إلا بزوال هذا الكيان لكن هذه معلومة مهمة سيد الكناني إذن هناك مستشارين من حزب الله في لبنان وكذا من أنصار الله في اليمن لدى ضيافة المقامة الإسلامية في العراق ضمن عمليات التنسيق التي تتم لجبهات الإسناد لغزة نعم هناك الكثير من المستشارين اللي موجودين مع فصائل المقاومة والتنسيق مستمر وبأعلى المستويات كما ذكرت هناك اختلاف فقط بالإمكانيات كل جبهة لديها ظروفة ولديها أولوياتها في نهاية المطاف الهدف واحد وهو إزالة الكيان الصهيوني من الوجود حتى مسألة أني حقيقة أستغرب وإن كان مسألة وقف القتال بين الكيان الصهيوني وحماس وإن كان قد يكون لأهداف مرحلية لكن لا أعتقد حتى لو وافق الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار بشكل نهائي لا يوقف الحرب ولا ينهل صراعا مع هذا الكيان باعتبار أنه ما زالت الأراضي الفلسطينية محتلة من هذا الكيان ولا يمكن القبول بأي وقف بأي شكل من أشكال وقف القتال ووقف إطلاق النار مع هذا الكيان نعم لمرحلة مقينة من أجل تخفيف المعاناة على أهالي غزة في هذه المرحلة تقبل هذه الفصائل بوقف مؤقت للقتال كل هذه معركة لكن ليست نهاية الحرب قطعا هناك مواجهات سوف تكون مستمرة سواء مع الكيان الصهيوني والفلسطيني أو مع الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان باعتبار أنه هناك أراضي لبنانية محتلة من قبل الكيان الصهيوني وقطعا حزب الله وكذلك اللبناني لا يقبلون بأي شكل من الإشكال وقف القتال بشكل نهائي لأن هذا هو الذي يريده الكيان الصهيوني وقف القتال ووقف المقاومة شكرا شكرا جزيلا لك سيد حسين الكناني رئيس شبكة الهدف للتحليل السياسي ضيفنا من بغداد شكرا جزيلا لك سيد العقيد مجيب شمسان الخبير في شؤون السياسية والعسكرية ضيفنا من صنعاء وأيضا جزيلا شكر لك دكتور بلال لقيس الخبير العلاقات الدولية ضيفنا هنا في الستيديو مجددا شكرا لضيوفنا ومشاهدينا نستأنف على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة